سلاسل تتدلى ستائر بلون العاج تحمل عقدا صغيرة تصبح بعد أكثر من أربعين يوما حبات حلوة فريدة تسمى بالملبن هي واحدة مما يميز مدينة الصيدة جنوب لبنان حلوة موسمية يتم تحضيرها قبيل عيدي الفطر والأطحى ولا تزال بضع عائلات تحافظ على هذه الصنعة هو حلوة صيدة حتى بالأعياد نحن عنا بصيدة إذا ما وجد ملبن العيد بقلب البيوت العالم ما عنده عيد بالنسبة لإله وخاصة نحن كمان بالصيدة بس تقولي ملبن حتى ببيروت هالمناطق ما في عندهم منها على مدى أكثر من أربعين يوما تغطى صوء يوميا هذه السلاسل بطبخة السكر والطحين وتوضع في الهواء الجاف كي تشوف وهكذا تعاد الكرة يوميا كي تصبح في نهاية المطاف حبة كبيرة ملمسها كاللبان بطعم حلو ممزوج بالجوز الملبن بداية وبيبلش عبارة عن خط ومننتق الجوز المميز اللي هو بيتحمل هيد الأمور وبيكون مميز بطعمته ومنشكه بالخطان نرجع من بعد مننا من بلش نجيب الطحين والسكر كمان له عيارات وخاصة لحتى يقدر يطلع معنا الطبيق بالجود اللي نحن نشتغل فيه هو عبارة عن خمسة واربعين يوم بينغط يوميا وبيننشر على الأسطح لحتى يخر شي بيطلع سب وحده بيعلك لا يعد الملبن حلوة لبنانية فكثيرون يرجعونه إلى مدينة نابلس هناك تعلم صناعتها من هاجروا قديما كعائلة حجازي وأتوا بها إلى لبنان وهي في صيدة إلى جانب الراحة والتمور أكثر ما يباع في المحلات قبيل العيد ملبن العيد المدلل جزء من التراث والهوية الصيدوية حافظت عليها عائلة حجازي التي تفتخر بوصفة تتناقلها عن الأجداد حلوة غريبة الشكل لكن برائحة ونكهة صيدوية أصيلة ليلة خليل الغد صيدة جنوب لبنان ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر